المطبخ التونسي مع ماما ألفا مرحبا بكم سأخبركم الوصفة لكي تكون هداية مني لولداتنا وصفة يصير سهلة وفيها ببرشة منافعة هنا لدينا قليلة عدس أحمر وشعيرة وقمحة هنا يوجد نوع حبوب اسمه بطيتي باطخ وشوفين وحمص وخروب يحب الخروب وضع الخروب في الفور وتشيحه مني وضع البذرة من داخل يابسة وترحيه هنا لدينا قليلة ملح ملح أرطب وضع الحبوب لا توجد قمح وقمحة بطيتي 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 يبدأ بطيتي بطيتي ويبدأ بطيتي بطيتي المهم طيب ولا ني نفس الحكاية اخسلوا بطبيعة ونصفوا ونقية وكانوا حاضر كما هكيرا ودستيني للأكل حتيتوا على نار قوية من الأول وقت السخن الملح وقتها نقصت في السيدة الرافي دخن نقصت في الجاز المتوسط ونقض نعرش ترشق كما السفلي كما السفلي كما الروز وقمح السفلي يصمتوه ويشيحوه ومن بعد يحطوا فقه كما رمل ولا ملح يشد السخنة بالكداء بالكداء وليس يحرق نحط لونه كيف تبدل ومن بعد نحطه في صفية ولا كسكيس ونصفيه نضيفه ونقص في صفية ونضيفه ملح ونقص في الأسفل يعد الملح يقص في ملح ونقص في الملح يجب أن يضيف الملح في البسيسة ويجب أن يحطين الملح في البسيسة يقصون الملح بحسن بنينة الملح نضيف ملح الملح نضيف ملح الملح ستتجد المعدس الأحمر أو الأصفر نضيف ملح قبل أن يتحرق كما يمرارك نضيف ملح نضيف ملح الملح نضيف ملح ونضيف ملح الملح لا يزال وواتين من الملح الشعير مكتوب عليه أغج كيف تبدل الشعير و تحل أو تستبيض سوفل و ترشق و يحمر و نصفيه و نخلطه على العدس و القمح و البتات احضر الحمص المقدمة من تونس حمص المقدمة موجود في محلة الأتراك و العرب أحضر الحمص حمص موجود في مجازنين و ترشح حمص المقدمة حتى يحمر لاحظر الحمص المقدمة و جميعا مع عرشته كي تنحك نحن مكتوب الملح لا يوجد ملح نضيف ملح نضيف ملح المقلة سخونة وضعت وضعت قشور بوردغان اختياري يوجد كماء الزرير وضعت قشور بوردغان وضعت قشور بوردغان سأخبر بوردغان وضعت في الصباح مضافة في كاء كماء بذور الشيارة وضعت بذور الشيارة وضعت ملكتين وضعت فيه ملح وضعت قهوة مرتقوش اختياري كل شيء يفوح على كيف وعندي شوش ورد لكي نكمل بسيسة بسيسة راني في مخي على كون منيش بشي مفوحها فماش كون يحطوا التابل يعرجوا التابل المليح للي قريب يتحرق ويحطوه كل واحد يحط اللي مستنسبيه على كيفه أي حبوب زيدة تحب تحطها حطها سينوج اللي تحب تزيد زيد خليته برد لليكو نجمت ندخلي دائية فيه بطبيعة وقشور برد لليكو يتكسر تكسير في اليد يجب أن يكونوا مرغدين لم يكن يترحاوش معنا في الرحاة لن نرحيهم في الرحاة المتاعية لدي الرحاة الفلفل لكح وهذا الميكسور الكبير الراسة كلا أحمر يترافيلون وحمر يتقلع يتبدل معناها نجم نخدم به في القمصان الكبير ونجم نخدم به في الحكة صغيرة الفلفل لكح وليتحطيته هنا وحطيته بشوية بشوية وقعدت نحرك فيه ندور بشوية من الأول ونوقف ندبر بشوية ونوقف حتى تخلط الكل ونقعد ندور مغيما نوقف ونهبط أعصائه من فوق الرد وبينها لا يخطف هلك الوحدة يخطف هلك اللامة ونبدأ نهبط في الجناب حتى للي تولي بودر هكية ونكثر المغيما لديها ونقوم كميّا كبير فلاحنا على وستحونة في الدار ولا تقonomف في المغيما نقوم بشوية ونكثر نقوم بشوية ونثرت من الأخرين ونقالات يقوم بشوية ونقوم بشوية ونقوم بشوية للمشاهدة اخذ الغربين امتاعي هذا غربين اشعر يتباع في المجازنات وهو الا في لسويق العرب موجودين حتى كلي نوكس غربين جويت او هبطت لك البودر والكعب يقعد الفوق اكتلك الكعب يقعدوني يقعدوني مزيلو اعودتهم في القمصان وغربلتهم وكهة وقعدت شوية تفش تخلصت منه وكهة صدقوني لا تخذش منكم وقت جملة نطيب في الفطور ومع الفطور عملتهم ماشاء الله اخذت كعب 4 مغارفة ثلاثة مغارفة ونخلطها بزيت زيتونة طول اذا ما عندكش اعمل السكر قبل الزيت زيتونة خلطوا بودر بودر ونضع ونضع الزيت وعسل وتضع الزيت وعسل طول الزيتونة وكيف انه خاله يبدأ بظاهرين كيكا تروف تروف اما راهي رطبة عالخر ماشاء الله والبنة مرحكي لكم مش والله بنينة ماشاء الله قلتهم عندي مودة عندي مودة ما كليت اش هكا بسيسة دياري معمولة بالوقت معنى هي تتعملو تاكلها بالوقت وبالبنة هذي حاتيت معها هكا تمر هذيكا بنين زداء عالخر نودكم ومن شاهيكم حاجة تودوا بها وليداتكم بنينة بنينة عالخر وهذه وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم في حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسليما هودا ميمونة وبسليما